انطلقت على واجهة الخور المائية بأم القوين مساء أمس فعاليات مهرجان السعادة الشتوي والذي نظمه مجلس سيدات أعمال أم القوين ضمن أجندته السنوية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارة في التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص استثمارية فعاليات المهرجان شملت معرضا تسويقيا بمشاركة 45 مشروعا تجاريا تنوعت بين مشاريع الرخص التجارية والمنزلية وشركات الضيافة والأعمال الفنية والمطاعم وعربات المأكلات العالمية المتنوعة والتسوق ويستمر المعرض حتى الحادي عشر من فبراير أجاري ويأتي في إطار المبادرات المجتمعية لمجلس سيدات الأعمال فيهم القوين للمساهمة في دعم أصحاب المشاريع من خلال إيجاد منصة تسويقية يتم فيها تسويق مشاريعهم التجارية للجمهور